بسم الله الرحمن الرحيم أحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل معكم البرنامج العلاجي لعلاج السحر وضيق العيش والهموم ومشاكل الحياة بشكل عام أيها الأحبة المشاكل التي نتعرض لها اليوم بسبب ضغوط العصر ضغوط عصر المعلومات اليوم والإنترنت وغير ذلك ينبغي أن نلجأ إلى أسلوب آمن ومجاني ومضمون وهو العلاج بالقرآن والعلاج بالقرآن لا يعني كما قلنا ونكرر كثيرا القرآن ليس حبة دواء تأخذها فتشفى لا القرآن يعني معلومات نظام معلومات يحدث تغييرا كاملا في برمجة الدماغ والقلب ونظام المعلومات وبخاصة معلومات العقل الباطن المخزنة في العقل الباطن إنسان مثلا يغضب كثيرا انفعالي يجب أن يعالج بالقرآن ليتخلص من هذه الانفعالات السلبية التي قد تودي بحياته تقصر عمره كما يقول العلماء يعني القرآن يعطيك آيات آيات الصبر آيات الموت آيات لقاء الله كلها تخفف ضغوط الحياة وتجعلك تنظر إلى هذه الحياة وكأنها شيء تافه جدا لا يستحق أصلا أن تفكر فيه تنقل تفكيرك من تفكير العاجل الدنياوي إلى التفكير بالآخرة ونعيمها وإلى التفكير بلقاء الله عز وجل تحدثنا في اللقاء السابق أيها الأحبة عن الفاتحة رقم واحد في العلاج وهي أعظم سورة في القرآن وتحدثنا عن أهمية أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخره ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم الآية رقم 255 من سورة البقرة هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم آية من القرآن وقلنا رقم ثلاثة آخر آيتين من سورة البقرة فيهما دعاء عظيم جدا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به اليوم أيها الأحبة نتحمل ضغوط كثيرة نسأل الله من خلال هذه الآية وتكرارها أن لا يحملنا ما لا نطيق كيف تتحقق هذه الآية نجد أننا مثلا أن الله يصرف عني شرا معينا أنا لا أعلمه ينجيني من مشكلة ما لا أعلمها ببركة قراءة هذه الآية لذلك هذه الآيات مهمة يعني هذا نظام يومي حتى لو كنت أنت أسعد الناس ينبغي أن تقرأ أواخر سورة البقرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول من قرأهما في ليلة كفتاه طبعا يعني تكفياه الشر والهم والمرض وغير ذلك رقم أربعة سورة تعدل ثلث القرآن وهي سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفون أحد هذه السورة فيها الصفات الوحدانية التي انفرد بها الله عز وجل سورة مهمة وضرورية في كل برامج الشفاء وهذه السورة ينبغي أن تحبها لأنها قد تكون سببا في دخولك الجنة أحد الصحابة رضي الله عنهم جميعا من شدة حبه لهذه السورة كان يقرأها كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم أنبأه أن دخوله سيكون بسبب محبته لهذه السورة دخوله الجنة لذلك هذه السورة مهمة رقم خمسة آخر سورتين في القرآن وهما المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس هاتين السورتين فيهما لجوء إلى الله تعوذ ما معنى أعوذ ألتجئ أحتمي أنا الآن لأفرض أن هناك من يريد أن يؤذيني أذهب إلى شخص أحتمي لص يريد أن يسرقك تذهب إلى مثلا قسم الشرطة أو إلى من يحميك من شره إنسان يريد أن يؤذيك تذهب إلى من تثق به كيف بنا إذا لجأنا وعذنا بالله عز وجل عندما تقول أعوذ أي ألتجئ وأحتمي وأطلب أن يعيذني من شر كذا يحميني يعني من شر المرض من شر الفقر من شر الناس سورتين سورتين مهمتين جدا عندما يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل ويقرأ هتين سورتين فإن الله سيحميه ويحصنه من شر المرض أيها الأحبة هناك آية عظيمة ينبغي أن نحفظها ونرددها ونكررها وبشكل مستمر أمراض القلق والتوتر النفسي والخوف الآن يعني في أمريكا مثلا هل تعلمون حسب إحصائية قرأتها على موقع CNN الأمريكي يقولون هناك 27 مليون أمريكي يعالجون من الاكتئاب يتلقون علاجات أو أدوية ضد الاكتئاب ودراسة أخرى تقول إن كل الأدوية التي توصف لمرضى الاكتئاب ليس لها أي مفعول إيجابي مفعولها سلبي سبحان الله يعني هم يخترعون الدواء ثم بعد فترة يقولون لك هذا الدواء ليس له أي فاعلية بل ضرره أكبر من نفعه لأنها قد تطور لدى البعض رغبة في الانتحار وهذا حدث كثيرا يحدث كثيرا هذا أيها الأحبة لذلك هناك آيات أولا لا تدفع شيء ثمنا لقراءتها مجانا آمنة ليس لها آثار جانبية مثل الدواء تغير في سلوكك بشكل كامل تعطيك الإطمئنة طيب ماذا تريد احفظوا هذه الآية أيها الأحبة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الآية رقم 28 من سورة الرعد كررها سبع مرات طيب عندما أخاف ماذا أفعل ابني يخاف طفل يخاف امرأة خاف في الليل مثلا هناك سورة لطيفة جدا في القرآن وهي سورة قريش لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي هنا أيها الأحبة أطعامهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف تكرر هذه العبارة وآمنهم من خوف صدقوني سوف يذهب الخوف بطريقة عجيبة وبخاصة موضوع الأطفال طبعا هذا الكلام كله عن تجربة يعني أصلا يعني أنا كل هذا الكلام نتيجة تجربة ونتيجة حياة عشتها مع القرآن ويعني ما أقدمه الآن هو يعني خبرة عملية ولم أقرأها طبعا القرآن كله شفاء أيها الأحبة ولكن عندما تأخذ خبرة عملية من شخص هو جرب هذا الأمر يعني تستطيع أن تكون هذه المعلومة موثوقة أكثر لأنها مجربة فأختم الآن لكي لا أطيل عليكم بيعني آية مهمة جدا آية مهمة جدا أيها الأحبة في علاج ضيق الرزق مهمة جدا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز كرر هذه الآية السبع مرات كلما يعني أحسست بضيق رزق أو كلما انتظرت رزقا جديدا كررها والله سبحانه وتعالى سيكرمك ببركة تلاوتك لكلامه عز وجل نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات سنلتقي في لقاء قريب نستكمل آيات الرقية الشرعية وهذا البرنامج العلاجي يعني ضد السحر والهموم وضيق العيش وغير ذلك نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا